نادي الزمالك بعد العلاقة الجيدة اللي مش بيها كارترون من النادي قرر يكرم كارترون وأهداء درع النادي والزمالك قرر نهاء العلاقة وديا مع كارترون بعد الخلاف الكبير اللي حصل بين الطرفين وانتهى بفسخ التعاقد بالتراضي كارترون زي ما حالكم شايفين كده طلب انه يودع العيب الزمالك ويحضر المران بعد انتهاء علاقته بالفريق بشكل رسمي والله مشهد محترم يعني في كل احوال انا احترم هذه العلاقات الانسانية احترمها جدا نختلف في الشغل نختلف في امور فنية نختلف في امور تعاقدية ومالية كل الامور دي طبعية بتحصل في اي مكان في العالم المهم المشهد اللي في الاخر ده ده مشهد محترم بصراحة مشهد محترم يرحل بشكل محترم نقول له متشكرين يا عم كارترون واللي فات مات مجلس ادارة الزمالك كمان بالمناسبة كان رحيل برتغالي فرناندو مدرب الاحمال واحمد اسمت مساعده الزمالك حاليا بيدور على مدرب احمال اجنبي بعد تراجع المستوى البدن للفريق والاتجاه داخل الزمالك انهم يصبروا لحد التعاقد مع مدير فني جديد عددا ليه مباراة فيوتشر يوم الاربع الجاي وسامنا به حتى الان هو من يتولى قائد الزمالك امام فيوتشر لحين التعاقد مع مدير فني جديد وسامنا به وجه رسالة للعاب الزمالك قبل المراني النهاردة وقال لهم نصا لازم تبزلوا اقصى جهد عندكم انتم ابطال ولعيبة كبيرة لازم تقدروا قميص نادي الزمالك وده المفروض وده الطبيعي منهل حتى نصيحة المفروض يعملوا كده النهاردة في تدريب الزمالك عسام الحضر مدارب حراس منتخامنا الوطني كان متواجد في المران وجه التحية لأيمن طاهر مدارب حراس الزمالك الجديد وكان فيه جلسة بينهم طويلة وسبب الرئيس التواجد لأسام الحضر النهاردة في المران ان الحضر بيتابع أداء الحراس لاختيار العناصر الأفضل لضموهم بقائمة منتخب مصر لبواجهتي السنغال تعارفين كان كالوس كيروش ادى تعليماته وتوجيهاته للجهاز المعاون بالكامل انهم يتواجدوا في كل التدريبات مش بس المباراة يعني يبقوا موجودين في التدريبات وطبيعي النهاردة الحضر كان يبقى موجود في المران طارق حامد شارك في جزء من مران الزمالك النهاردة وقت تدريبات بالجاري حول الملعب والتزديد على المرمى جهاز الطب للزمالك بيحاول مشاركة طارق تدريجية لانه بيعاني من قدمة قوية في الرجبة